والله جوالة زي كله عطشان والروج كله عطشان ما في مي الله بعطلنا هون هالعين عم نجي نعبي منها مي ونشرب مشكلتنا ما في مي بالضيعة خالص عم ننقلب السيارة بالمتور مشكلتنا عند الدولة تواجه عشرات القرى والبلدات في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أزمة مياه خانقة منذ سنوات بعد تعرض شبكات المياه الرئيسة للتخريب بفعل القصف اعتاد أهل جبل الزاوية أن يشربوا من مياه منطقة اللج الغنية بالأبار والينبيع العذبة التي كانت تصلهم عبر الشبكات وتمد خزان المنطقة ومنه تتوزع إلى القرى المحيطة اليوم يشتكي الأهالي معكسته هذه الأزمة من تكاليف مادية لا طاقة لهم على تحملها ومن مشقة قطعهم مسافات بعيدة من قرىهم إلى منطقة اللج لتعبيئة عبوات المياه يدويا لتخفيف بعض التكاليف عبنا عبي مي والله المي ما تبعد عنا 2 كيلومتر عبنا عبي بالسيارة بالمتور وناخد نشرب ما في عنا مي عنا كل شي جاهز بس الجب ما في داعا وعنا جب سكروه وأخذوا المولدات وأخذوا القطاسات فمتع ليشون؟ كان الجب يغزي الصحن تلعور صراريف يعني عدة قرى نحن غريتنا محرومة المي ما في عنا مي عم ناخد صاريج المي منها النبع لها اللي ضيعتنا 300 ليرة ما في مي من غريت اللج كان أول عدور النظام أول بيضخهم أضخات من النبع هون عجبال الزاوية وبيضخوننا كمان نحن مي نشرب هلأ ما في لازم في نظام بيضخنا وناشدنا المنظمات ما حذر رد علينا الحكومة عم نقدم للحكومة كمان ما هي الحكومة المسؤولة لازم تغضمنها الحكيهات وتغضمنها المي على الله يكون بعون الناس صاريج المي بـ 300 ليرة 18 برميل لضيعتهم يمتلك لها 2 كيلومتور يعني منطقة اللج الساز يعني فيها يا نبيه كثيرة معدل آبار الآبار فيها يعني لا يقل عن 20 آبار ارتوازي كلها بالضخ والضخ إلى منطقة جبل الزاوي ومعارة النعمان بس فقط بدأ تأهيل من الحكومي أو كمنظمي تقوم بهذا العمل اللج مياها كافية لجبل الزاوي كافية لكل المحرر ما هو بس الجبل الزاوي بإذن الله كافية لكل المحرر هذا الخزان المي اللي كنا نشرب منه سابقا هلق هون فارغ ليش محطات الكهرباء اللي طال عندنا المي من اللجلة هون كل يتا راحت ما ظل عندنا محطات هلق عم نشتري بالصهريج من البارة من بلين من هالقورة عم نشتري الصهريج حقه هلق 300 ليرة صار قدش بدأ واحد بالشهر بدأ ثلاثي أنا بالنسبة إليه بدأ ثلاث خزانات بالشهر لحنا مشكلتنا هون بهالضيعة أنه للمي ما عنا مي خالص يعني عنا نبع بس نبع يعني بدأ المي قليلة جدا فيها ضعيفة جدا من ضمن الجبل أما أنبوع تحفر أنه بيار ما عنا وعنا مشكلة المي أنه ما وصلت من عاج 12 سنة أبا عشرين مرة طلعوا مثل حكاية تكونوا ويحكوا ووصلوا صوتنا لها الحكومي ما فيه نحن صارين يعني آخر أدليب تقريبا ما فيه حدا لا حدا يعبي ما عندنا مسؤول يحكي بين هالعالم مثل هالموظفين مثل هالله ما معنا حدا سألنا مؤسسة المياه في محافظة إدلب وأكد لنا مسؤولوها أن التخريب الذي لحق بمحطات ضخ المياه كبير وأن إعادة تأهيلها وإصلاحها تتطلب ميزانية كبيرة تعجز المؤسسة الناشئة عن تأمينها خاصة مع ضعف الدعم والتمويل المقدم لها وأن الحل المتاح في ظل هذه الظروف هو الاعتماد على إعادة تأهيل وتشغيل الآبار المخدمة للمنطقة لأن تكلفتها ممكنة صراحة جبل الزاوي بيشرب من منطقة اللج فيه عندنا هناك محطة آبار فيه عندنا 28 بأر في المنطقة وفيه عندنا عدة محطات المحطة الأولى بتدخل إلى المحطة الثاني وهي محطة الضخ الأولى والمحطة الثانية هي محطة رفع بتوصل ميلة جبل الزاوي لخزان في جبل الزاوي ومن هذا الخزان تتوزع الميلة وقرى جبل الزاوي وحقيقة يعني بوضع الحالي ووضع الحرب اتعرضت هذه المنشآت لضرر كبير يحتاج إلى عدة تأهيل هذا التأهيل يحتاج إلى حقيقة مال كتير وهذا بصراحة حاليا نحن نسعى مع المنظمات قدمنا لدراسات وتواصلنا مع المنظمات أنه جبل الزاوي يشرب من هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة